في التعاون استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المناس مجرمان استقبل اليوم رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي الأميرال روب باور وشكلت المحادثات فرصة لاستعراض علاقات الشراكة بين الجزائر والناتو وسبل تعزيزها خاصة في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي كما تبادل الطرفان وجهة النظار حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لسيما حول التحديات التي تواجه حوض البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في منطقة الساحل السحراوي والتطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية أنا جد سعيد بوجودي هنا بالجزائر كما أعرب لكم عن ارتياحي لمستوى التنسيق والتعاون الذي يجمعنا في إطار الحوار المتوسطي حيث تبحثنا خلال الزيارة حول عدة قضايا تهمنا خاصة ما تعلق بمكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة السيبيرانية